كان لفري برنامج الثمر زيارة لأول مهرجان لزيتون مصري بالقاهرة ولتم إقامته بحديقة الأرمان النباتية بالجيزة لتنمية صناعة الزيتون في مصر ويعد المهرجان استجابة لتوجهات القيادة السياسية بتنمية هذا القطاع واستعراض الفرص الاستثمارية فيه وزيادة القيمة المضافة له وشفنا مهرجان الزيتون بيستهدف جذب الزوار من مختلف المناطق والوجهات المصرية والدولية للتعرف على إنتاج مصر من مختلف أنواع الزيتون وكمان تبادل الخبراء الحق صباح عثمان رئيس مجلس إدارة شركة جمعيات تعاونية ليمون تجيز الزيتون أهلا بك أهلا بك أنا دافت انتباه هنا بسم الله ومشاء الله منتجات كتير بلع زيتون حاجات بوهرات مخللات نحن البداية كانت إزاي بقى حقها أهلا بداية شغلنا كله أورغانيكي عضوي على زرعاتنا كلها باعلية باعلية معناه أنا نزرع على الأمطار ما فيش أي متبقية كيميائية مطروح بقى أنا مطروح ما فيش متبقيات أي متبقية كيميائية كمان أهلا الحمد لله من 2006 إلى الآن الزرعين ما يعدي لـ 800 ألف شقر زيتون على المستوى الجمهوري من أول الحمام لغاية السلو تمام الحمد لله عندنا معصرة لنا بتاعتنا العصر بتاعنا هنا عصرنا على البارد الحمد لله الحمد لله احنا قينا هنا نعرف الناس منتج بتاعنا أي هو العضوي بيش هو العضوي الحمد لله العضوي عندنا الحموضة بتاعتنا أربعة من عشر هنا ودخلين مصابقة بجزيت بتاعنا على الجيزة الفضيين الذهبين إن شاء الله هنا عندنا منتجات هنا هنا أشرحلنا بقى منتجاتك هنا عندنا منتجات بلح سيوة عندنا زيتون عندنا زيتون عشر أصناف عندي زيتون عندي مربات أورغانيك عندي دبس رمان أورغانيك كلها تصنيعنا كلها تصنيع عندي تمام مربات برضو مربة تين الحمد لله برضك على غرر عشان نطلع من موضاش السنة دي عملنا مهرجان التين ونجح في مرسى مطرون الحمد لله عملنا مربات تين برضك منه عندنا عسل سيوة وأول مرة تنتج سيوة عسل نحل الحمد لله انتقنا منه بس لسه بداية السوق منتجات لسه شوية عليها الدقة الزحتر دي كانت مشهورة بيها الشهام الحمد لله استقوينا وعملنا عندنا هنا طبعا أساسي برضك الدبس البلح ده أساسي عندنا معروف في مرسى مطرون الحمد لله دي المنتجات الحالية اللي عندنا انت كرئيس جمعية من أرضى منتجي الزيتون في مضروح تمام انت بتنصيك إزاي مع الماسمولين هنا في وزارة الزراعة والله تنسيق مع وزارة الزراعة يعني عشان مشوارنا بعيد عن طريق وكيل وزارة الزراعة عندنا في مضروح هو التنسيق يبقى معه تمام نمع عشان نجي هنا سافر وستقب عاملة فتنسيق عن طريقهم هناك والحمد لله في بوادر حلوة إن شاء الله الحمد لله هذه أول بادرة مهرجان الزيتون أنا عندي شقر زيتون عمره 131 سنة أكبر من دولة تنتج زيتون وتعمل مهرجانات زيتون ورغم أن زيتون بتاعنا أكبر عمرا منها فالحمد لله إحنا الدولة بقالها ست سنين واخذ الأول في إنتاج الزيتون المعدة نحن بنوصل للمستهلك المنتج بتاعنا هنا هل ننزل في المنافذ؟ والله إحنا هنا الحمد لله بدأنا بدأنا بسبب المهرجان ده احتفالية وخدمة المهرجان ده عملنا توصيل مجانا من مرسى مضروح لغاية القاهرة يستنم حكته في وسط البلد ويخذ عملناها التوصيل مجانا ولا أي أضباب هنا أسعار مرسى مضروح الجمعية شالت العبء عن المواطنين وعملنا أسعار مرسى مضروح الزيت ده يتباع مضروح بمية واربعين جنيه بيعني هنا بمية واربعين جنيه عايزين منتجاتك هنا تنزل وزارة الزراعة نجازنا برضه والله أنا كان تكلمت مع الدكتور بلال وكان عرفني على حد كده زخانتني ذاكرة فيه عايزين ننزل المنتج فيه يعني من ضمن الحاجات كنا عرضنا عليه شغل زي كده يعني ده من إنتاج خشب زتون شجر زتون ده من الشجر الزتون المعمر اللي عندي أنا فبنقصه وبنعمل منه أطباق معالج شوك أمشاط وفي الآخر تصنعنا برضو آه تصنعنا آه في الآخر نعمل اللي تبقي نعمل بفحم وأنضب فحم على مستوى فحم شجر الزتون مرحباً أنت شايف مستابل صناعة الزتون هنا في مصر فترة جاءة؟ آآ سيدة الرئيس أمر بحاجة وإحنا ديك أنا صراحة آآ متقبل فيها إن زراعة مليون شجر زتون فإحنا بدأنا في مطروحها بفعل والحمد لله بدين فيها بقوة فاع يعني مستقبلها إن شاء الله مباشرة جداً إحنا محتاجين بفترة أجانا نزود المعاصر على مستوى الجمهورية؟ إحنا نزود الزتون الأول آآ نزود الزتون الأول عندنا مش ساحات شاسعة خدها من أول منية لغاية سلوة آآ ديت لو 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 عملنا خدمة للشباب الخارجين كل شاب يأخذ بعشرة فدان واستلم وزرع بعد ثلاث سنين مزرعت الشنتة أسحب منها كل عرض تمام هتلاقي في السنة واحدة ملايين عندك نزود فنصدر هنا منتجاتنا ولا إحنا بدأنا تصدير إن شاء الله الحمد لله بس إحنا عشان عندنا سجل تصديري فنصدر عن طريق شركة تانية فالحمد لله وصلنا آآ وصلنا لآآ الدبي السنة دي خد مننا زيت آآ خدنا في آآ السعودية بعثنا عينات مش شغل يعني شغل شوي كده أندونسيا بعثنا الحمد لله وقبلت استحسان للناس هناك الحمد لله بدليل طلبه منها من كميات تانية الحمد لله النهاردة وزارة الزراعة بتعمل على زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الزيتية ومنها أشجار أصناف الزيتون لإنتاج الزيوت بالأراضي الجديدة كمان بيتم العمل على إقامة تجمعات زراعية في الأراضي الجديدة وتوفير مكينات العصر وتحديد سعر استلام قبل مواعيد الزراعة ودى لتشجيع المزارعين علشان التوسع في المحاصيل الزيتية اللي بتساعد في الحد من الفجوة الجذائية للزيون موسيقى سيد حسام محمد رئيس مصنع مستر مخلل أهلا بك أهلا بك الاسم مستر مخلل شرح لنا بقصرتك مع المخلل إيه با المخلل هو أصلا الفكرة فكرة أخوية هو اللي فكر في الإسم وفكر في المشروع أصلا هو المخللات يعني هي الزيتون احنا اخترناه عشان يردهم الحاجات اللي احنا بنتميز بها في مصر يعني تمام أنواع الزيتون هنا عندك يبقى عندي زيتون أخضر عندي شرايح مخلي محش جذر عندي لمون عندي خيار عندي خيار أشا مستورد عندي خيار بلدي عندي فلفل بلدي مكسيكي فلفل هالبينو بصل تمام ده انت عندك كذا صنف المصنع موجود في الشرقية في الشرقية تمام قولي بقى العبوات الأسعار العبوات في عندي عبوات برطمانات بتبقى البرطمان نفسه 400 جرام بضاعة من غير المحلول بتاعه وفي عندي عبوة بتبقى جردل بلاستيك ده بيبقى 600 جرام تمام ازاي النهاردة بنوصل للمستهلك داخل سور مصر تمام بنوصل ازاي؟ بنوزع منتجاتنا ازاي؟ بنوزع فيه عن طريق بقى بعربيات توزيع بتوصل للمحلات وبعد كده بتوصل للمستهلك عندنا منافس خاصة بنا؟ لا خاصة لا الفترة اللي جاية هنعمليه بقى ان شاء الله؟ الفترة الجاية بنحاول نتوسع يبقى فيه مثلا منفس في القاهرة بنحاول برضو نسوى المنتج في أماكن اللي هي المعروفة يعني بنحاول ننشر المنتج في أماكن كتير الاسم نفسه هو بيشد الناس أصلا قبل المنتج تمام انت شاءت مستقبل النهاردة زراعة الزيتون والمصنعات ايه بقى؟ والله هو مستقبلها يعني هو أصلا الزيتون احنا متميزين فيه في مصر يعني احنا بنبقى في مركز الأول فيه أو الثاني يعني فهو مستقبله كويس يعني الزيتون المهندسي عثمان طلعت مدير مبيعات شركة النخلة للزيتون أهلا بيك أهلا بحضرت اشرح لنا بقى نشاط الشركة ايه؟ عندنا شركة نخلة شمال سينة تأسيس 1970 متخصصين في زراعة وصناعة وعصر الزيت الزيتون والعطارة العربية بصفة عامة والعطارة المصرية بصفة خاصة في سينة احنا بنزرع وبنحصد وبنحصر اه بالزبط وبنقدم العميلة وبنقدم المنتج بتاعنا تمام قولي بقى الأصناف هنا ايه عندك؟ الزيت الزيتون طبعا في سينة هو من اهم انواع الزيت اللي موجودة في العالم اه طبعا عندنا زيوت بقى مواحد موجود في سينة زيوت نخلة تمام نمتد ان احنا نشتغل على قوة الاسم اكتر كمان ونمتد نشتغل على قوة المنتج بتاعنا من خلال الزيتون ومن خلال المنتج اللي بنقدمه بنقدم زيتون خام وبنقدم زيت زيتون بيور طبعا بيور كامل وبنصدر لدول اوروبا والدول العربية كل المنتجات بتاعت الزيت ومشتفتات الزيوت بصفة عمار تمام احنا بنزرع أصناف معينة في الزراعة ولا؟ لا احنا بنزرع كل أنواع الزتون اللي بتقدم جاودة كويسة للعميل أو للشركة بصفة أكدر بحيث ان احنا على ثقة أكبر بالعميل تمام احنا ازاي بنوصل المنتج النهاردة للسوق المعليب احنا المنتج بتاعنا بيوصل للسوق من خلال أونلاين ومن خلال الشحن تمام لحد البيت كل الكميات وكل الأصناف سواء كانت عطارة أو سواء كانت زيتونة فمية تمام بالنسبة اشرح لي بقى العبوات وأسعارها ايه بقى؟ عندنا العبوات بتتروح من 30 جنيه 8 كيلو أو الربع كيلو وعندنا الكيلو عامل 120 زيت فيرجن عصر يومين أو 3 يام بالكتير الزيت عندنا طبعا من أهم مميزات هو منية في المية سيناوي كزيت وكعصر وكتعبئة تمام المعاصر بقى عندكم عندنا ثلاث معاصر موجودين في مصر معصرها في الشيخ زايد ومعصرها في إسماعيلية ومعصرها موجودة في شمال سينا اللي هي الأسسية اللي هي من 1070 تمام أنا شاهد هنا العبوات كبيرة كده؟ عندنا أحجام واختلاف العبوات عندنا عبوها بتبتدي من أول 120 وعندنا عبوها ب60 جنيه وعندنا عبوها ب30 جنيه بنصدر لدول أوروبا زي فرنسا وبنصدر للمكسيكو بنصدر لأمريكا وبنصدر لتركيا وبنصدر لدول عربية زي العراق زي سوريا زي السعودية وزي الإمارات وزي اليمن كمان التوسع في زراعة الزيتون بيتضمن الأصناف المزروعة سواء زيتون التخليل أو إنتاج الزيت مركز البحوث الزراعية بيعمل دوريا على مراجعة التركيب المحصول الزراعي وده للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية لإنتاج الزيوت بالأراضي المستصلحة المهندس يوسف السوري رئيس شركة أوليبان وان لزيتون أهلا بيك اشرح لنا بقى نشاطك هي بقى بالنسبة للزيتون بالنسبة للتجارة للتصنيع عندي الزيت الزيتون معروف في السوق فضل الله مركز أوليبان وان وعندي مركز لوكا ندخل فضل الله كارفور كازيون بيت جملة فتح الله وهيبرات مصر تمام احنا بنصنع فين بقى المعاصر بتاعتنا فين هنا المعاصر بتاعتنا في سيواء وعندنا مصنع في سكندرية وعندنا مصنع في ستة أكتوبر تمام الأصناف اللي بتتعامل معها بالنسبة مع المزارع مع المزارع زيت الزيتون بس وزيت الزيتون ده إيه بقى سيواء؟ سيواء حموضة 8% تمام كمتخص نارد إيه اللي يفرق زيت الزيتون سيواء عن باقي الأصناف بقى؟ عن باقي الأصناف عندي الأصناف التانية دي لسفت البيت للمطبخ العبارة عن مية الورد التجميلة مية الورد الغزائي الهوت سوس خلي الأعشاب للتخسيس وعندي خلي التفاع العضوي برضو للتخسيس دي بس الرمام معروف للمشاوي وللسلطات ده منتجاتنا بخلاف الزيتون صح؟ بخلاف الزيتون تمام احنا عندنا أصناف إيه زيتون هنا؟ عندي زيت الزيتون اللي هو الأربع أعجام الربع كيلو والمص كيلو والتلاتة اربع والليتر الأسعار عندك بتبدأ من أول مية وعشرة جنيه من الكيلو صح؟ الكيلو آه ده بقى تمام ده صنف الزيتون اللي السوي صح؟ الزيت الزيتون السوي المعصور على البارد أحمودة 8% تمام عندنا إيه بقى أصناف تانية؟ عندي أصناف تانية برضو الزعتر السوري مع زيت الزيتون ده وجبة رئيسية على الفطار تمام انت بدأت هنا الشغل هنا في مصر من إمتى بقى؟ بقى لي فضل الله تسع سنين تسع سنينة طب انت إيرك بالسور مصر؟ لا بسم الله ما شاء الله احنا بنصدر؟ بنصدر فضل الله ليبيا ومنصدر السودان ومنصدر فضل رب العالمين دول الخليج